السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدارس القيروان النموذجية نطلع عليكم طلابي الصف السادس لمادة التاريخ سوف نتحدث اليوم طلاب عن الدرس الحامس لهذه الوحدة وهو بعنوان عثمان بن عفان الخليفة رضي الله عنه عثمان بن عفان تحدثنا عن الخليفة أبو بكر الصديق وأهم أعماله تحدثنا عن الخليفة عمر بن الخطاب وأهم فتوحات التي قامت في عهد عمر بن الخطاب اليوم بإذن الله سوف نتحدث عن الخليفة عثمان بن عفان سوف نتحدث في هذا الدرس عن سيرة الخليفة عثمان عن مبايعة عثمان في الخلافة وعن أهم أعمال الخليفة عثمان رضي الله عنه طبعا بداية سوف نتحدث عن حياته هو ثالث الخلفاء الراشدين هو أحد العشر مبشرين بالجنة أسلم على يد أبي بكر الصديق واستمرت خلافته من 23 هجري إلى 35 هجري إذن هو ثالث الخلفاء الراشدين بعد أبو بكر وعمر بن الخطاب هو أحد العشر مبشرين بالجنة وأسلم على يد أبو بكر الصديق نسبه هو الخليفة عثمان بن عفان بن العاص رضي الله عنه طبعا ينتمي إلى قبيلة بني أمية طبعا من قرأش إذن هو عثمان بن عفان بن العاص طبعا ينتمي إلى قبيلة بني أمية من قبيلة قرأش ينتمي إلى قبيلة بني أمية من قرأش ألقى به لقب عثمان بن عفان بلقبين طبعا ذي صاحب الهجرتين وأيضا بذنورين صاحب الهجرتين وذنورين صاحب الهجرتين لأنه هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة إذن هاجر الهجرتين للمسلمين اللي هاجرواها الأولى إلى الحبشة التانية إلى المدينة المنورة إلى الهجرة الكبيرة ذنورين لأنه تزوج من ابنتي الرسول لقية وأم كلثوم إذن تزوج من ابنتي الرسول لقية وأم كلثوم إذن هو عثمان بن عفان من العاص ينطمي إلى بني أمية من قريش لقب بصاحب الهجرتين لأنه هاجر إلى الحبشة وأيضا إلى المدينة المنورة وذنه ليل إنه تزوج من ابنتين رسول رقية وأم كلثون الآن سوف نتعرف على صفاته أول صفة من صفاتي رح نتحدث عليها الكرم الكرم طبعا دل الذي خلانا نعرف أن عمرو عثمان بن عفان كريم الذي دل على كرمه هو واحد عدة مواقف منها جيش جهز جيش العسرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا في غزو التبوق إذن جهز جيش العسرة في غزو التبوق إذا بتتذكروا واشترى بئر روما الذي طبعا للمسلمين وتبرع بقافل الطعام للمسلمين في عام المجاعة إذن جهز جيش العسرة واشترى بئر روما وتبرع بقافل الطعام للمسلمين في عام المجاعة الصفة الثانية الحياء كان كثير الحياء والخجل العدل الفطنة أو الذكاء تسمى الحلم والتواضع إذن كان رضي الحلم والتواضع إذن أهم صفاته الكرم وحكنا في مواقف دلت على الكرم جهد جيش العسرة واشتقره بإررومة وتبرع بقافل الطعام للمسلمين في عام المجاعة الحياة العدل الفطن الذكاء والحلم والتواضع الآن سوف نتعرف على مبايعته في الخلافة بعد أن طعن الخليفة عمد الخطاب تتذكروا إحنا حكنا عمد الخطاب وفاته طعن على يد أبو لؤلو المجز عندما كانوا يصلي في الناس طبعا الفجر كان إمام طبعا استدعوا ستة من الصحابة وهم الباقون من العشر المبشرين بالجنة إذن استدعوا الصحابة الستة من العشر المبشرين بالجنة وطلب منهم التشاور لاختيار واحد منهم لتولي الخلافة طبعا فوقع اختيارهم على عثمان بن عفان ثم بايعه المسلمين طبعا بعد أن تشاوروا أهل الشورى واتفقوا عليه طبعا بايعه المسلمون ببيعتين عامة وخاصة عامة من عامة الناس وخاصة من كبار الصحابة إذن بعد وفاة الخليفة عمد الخطاب نظروا إلى الصحابة اللي كانوا مبشرين بالجنة اختاروا منهم عثمان بن عفان طبعا وبايعه المسلمون على الخلافة الآن سوف نتعرف على أهم أعمال عثمان بن عفان طبعا قام الخليفة عثمان بن عفان أثناء توليه الخلافة بالعديد من الأعمال الهامة من أجل تنظيم أمور المجتمع الإسلامي منها واحد إدارة الشؤون الدولة المالية إذن إدارة شؤون الدولة المالية ولكن بسبب الفتوحات البلاد المفتوحة عينوا لا في المناطق الجديدة إذن هو كان يدير شؤون الدولة ماليا وبسبب الفتوحات الإسلامية كان عندنا لكثير مناطق مفتوحة عينوا ولا بنوبوا عنه في المناطق المفتوحة اثنين أمر بجمع القرآن الكريم إحنا قلنا الذي قام بجمع القرآن الكريم هو أبو بكر الصديق قام بجمع القرآن الكريم حتى خوفا من ضياعه ولكن عثمان بن عفن أمر بنسخ القرآن الكريم إذن أمر بنسخ القرآن الكريم على لهجة واحدة له لهجة قريش ثم وزعه على الأمصار طبعا اللي هي البلاد المفتوحة لتوحيدهم على مصحف واحد وأطلق عليه مصحف عثمان إذن قام بنسخ القرآن الكريم وجمعه في مصحف واحد جمع القرآن الكريم في مصحف واحد ونسخه ووزعه على الأمصار لتوحيدهم على مصحف واحد وقام ببناء الأسطول البحر الإسلامي لحماية شواطئ الأقاليم الإسلامية قام ببناء الأسطول البحر الإسلامي لحماية شواطئ الأقاليم الإسلامية وبهذا يا سادس نكون قد انتهينا لدرسنا لهذا اليوم يعطيكم ألف عافية